اشتركوا في القناة ما كنا من اتمنى يصير ياللي صار وكشفت نانسي كيف قدرت تفضح وجود هالشاب بالبيت وخبرت انه سمعت صوت غريب بالبيت صوت جنزير شانتتا فراح زوجة لايتفقد البيت وسمعته عم بيقول ياللي بدك يا ساعة عرفت انه في حرامة بالبيت ففاتت على الحمام ودقت لبيا والحراس صدمت الفنانة المصرية فيفي عبدالجمهور بتعليقة على انفصال الفنانة السورية أصالة وزوجة المخرج طارق العريان وحطت رموز على شكل قلب على الصورة يلي نشرتها أصالة مع العريان واللي أعلنت فيها انفصالهم فاتساءل المتابعين اذا كانت في في قرية شوكيت بأصالة قبل ما تعلق بهالطريقة من أسبوعين انتشر خبر انضمامه اعتزار الممثلة أمل عرفة عن بطولة مسلسل سوق النسوين وانقال انه بديلتها رح تكون ديما اندلافت او كارث بشار موقع الفن نبش عن الحقيقة وتبين انه الشركة المنتجة واصلت مع أمل لمرة واحدة وباتصال صغير بس ما تم الاتفاق على شي لهيك هي ما اعتزرت لأن أصلا ما كان فيه اتفاق أو عائد أما ديما اندلافت فما رح تكون بديلة حدا لأنها أصلا مرتبطة بمسلسل هي بالجزء الرابع أما كارث بشار فهي بديلة مواطنتها هي ما اسماعيل ضامنت الفنان اللبنانية مايا دياب مع زميلتها الفنان اللبنانية ننسي عجرا بعد الأزمة اللي صارت معها وتذكرت لما تعرضت معي لمحاولة خطف عام 2005 وكتبت خبريات السنة الجديدة قاسية ومحسنة وأنا متأسرة كتير باللي صار مع ننسي عجرا مفاتي وتذكرت حادثة مئسوية تعرضت إلا شخصياً سنة 2005 وهذا كله بسبب بلد فلتان ما بيعرف يحاسب إلا لضعاف ويترك الروس الكبيرة سايبة بلد الخوف اليوم سألت حالي فعلياً ليه مبفل؟ عم بعيش الفنان المصري محمد رمضان نشاط فني كبير خصوصاً من بعد ما اتجه لعالم الغناء وعم يحقق نجاح كبير بأغنياته وحفلاته لهيك قرر يحط شروط مقابل يحيي حفلة منها أنه تنقله طيارة خاصة هو وفريق عمله مثل ما صار بالرياض والمغرب ودوباي قبل أما المبلغ يلي بيطلبه فهو حوالي مليون جنيه انتشر على مواقع التواصل اجتماعي صورة جديدة للممثل التركي جان يامان بلوق مختلف وتخلى عن شعره تطويره لحيطه أما سبب هالتغيير فهو لأن رح يلتحق بالخدمة العسكرية الإجبارية بتركيا ولقيت الصورة روجة كبير على مواقع التواصل اجتماعي لأنه بيان مختلف عن شكله السابق يلن عرفي لمعرفة كيفة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة